ضمن فعاليات القضاء على بقايا الإرهاب قتلت قوة أمنية قياديا كبيرا في عصابات داعش الإرهابي في تلال حمرين وذكر بيان لخالية الإعلام الأمني منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب وخلال عملية نوعية تمكنوا من قتل أحد قادة عصابة داعش الإرهابية المدعو أبو إدريس في تلال حمرين ضمن محافظة ديالا يذكروا أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب سبق وإنفذت عملية عسكرية في تلال حمرين أيضا من جهة شرقي محافظة صالح الدين وتمكنت من تطهيرها من العناصر الإرهابية